عن العالمين لا تنفو داة الطائئين ولا تضره مأسية العاسين من أمل الطعاة فهو الفائد بالسواب موسنين ومن أمل المعاسي فهو مال كاسرين ولن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين أحمد ربي وأشكره على نعمه التي لا تؤد ولا توصى وأشهد أن لا إله إلا الله واده لا شريك لا له إله الخلق أجمعين وأشهد أن نبينا وسيدنا محمداً أبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسابه ومن تبعه بإيسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون بفيل ما يرضيه من الطاعات وترك ما يببذه من المهرمات وألموا إباد الله أن إز الأبد في أبودية لربي أز وجل وقوة المسلم في توكله ألا مولاه وغناه في مداومة الدعاء برفع هاجاتي يقول يا إلى الله تعالى وفلاهه في إيسانه لسلاته وحسن آكبته في تقواه لرب العالمين وانشراها صدره وصروره في بر الوالدين وصلة الأرهام والإحسان إلى الكلك ودمانينة قلبه في الإكسار من ذكر المنعم جل وعلا وانتزام أمور الإنسان واستقامة أهواله بالأكذب الأسباب المشروعة وترك الأسباب المهرمة ما تفيد الأمور كلها للكالك المدبر سبحانه وتعالى والكسران العبد وكذلاله في ركون إلى الدنيا والرضا بها والنسيان الآكرة والإراد عن أبودية الرب جل وعلا قال الله تعالى إن الذين لا يرجون لكاءنا ورجوا بالهياة الدنيا وقمأنوا بها والذين عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يفسبون وقال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم عرض عنها إنا من المجرمين منتكمون وقد جعل الله لكم إبرة في الأمم الماضية والقرون الخالية فقد أداهم الله تعالى دول الأأمار وجرت من تاتهم الأنهار وشيدوا القصور وبنى الأمسار ومتئوا بقوة الأبدان والأسماء والأبصار ومكن الله لهم في الأرض وسكر لهم الأسباب فما أغنى عنهم ما كانوا فيه من القوة والنعيم ولا دفعت أنهم الأموال والأولاد قال تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدا فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصار ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجهدون بآيات الله وهاقب ما كانوا به يسازئون والسئيد من اتعذ بغيره والشكي من ويز به غيره فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور واستئدوا للكاء الله بما تقدرون عليه من العمال الصالحات ولا تغرن آذن الدنيا وطول الأمل قال الله تعالى حتى إذا جاء دوم الموت قال رب ارجعون لألي أعمل صالحا فيما تربت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائه برزق إلى يوم بعصون وعلم أن اجتماء الكير كلها في إبادة الله وادولا شريك له على ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإكلاس ومحبة الله تعالى ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن ينال عهد الردوان الله أز وجل ولن يدخل الجنته ولن يسعد في حياتي وبعد مماتي إلا بإبادة الله تبارك وتعالى وللإبادة قلق المكلفون قال تعالى وما كلبت الجن والإنس إلا ليعبدون ولبدا رب عز وجل بإبادته وفرهه بها وكسرة منافيها للمكلفين وأموم بركاتها وسبوق قيراتها في دارين أمر الله بها في الليل والنهار وجوبا أو استبابا مكيدة أو متلقة ليستكفروا منها السابقون وكمال الإبادة هو كمال مهبة رب العالمين وكمال الذل والقضوء للمعبود سبحانه مع موافقة هد النبي صلى الله عليه وسلم ومن رحمة الله وجل ولطفه بإباده وجوده وكرمه أنشر الإبادات للمكلفين كلهم كلهم يتقربون بها إلى الله سبحانه ليثيبهم وبين لهم الأوقات الفاضلة التي يتدعف فيها طواب الإبادات ليستكفروا من الكيرات ولو لم يبين لهم الزمان الفاضل لم يعرفوا قال الله تعالى وليعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وقال تعالى فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون وإذا شرع الله إبادة داء المكلفين إلى الكيام بها والتكرب إلى الله بها فإذا لم يتمكن بعد المكلفين من فيلها فتالله للمكلفين أبوابا من الطاعات وشرع لهم من الطاعات من جنس ما فاتوا من الإبادات لينال إبادة إذا التعاء وثواب القربات فمن لم يدرك والديه فقد شرع له الدعاء لهما والصدقة عنهما والحج عنهما وسلة الرحمهما وإكرام صديقهما ومن أدركهما ثم ماتا وكذلك يستمر على برهما عن أبي سيد السائدي أن رجلا قال يا رسول الله هل بكي من بر أبويه شيء أبرهما به بعد موتهما قال نعم الصلاة عليهما أي الدعاء لهما والاستكفار لهما وإنفاذ آدهما من بعدهما وسلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما فوهو أبو جاود والكالة بمنزلة الأم عن ابن أمر رضي الله وأنهما قال قال رجل يا رسول الله إني أسفت ذنبا عظيما فهل لي من توبة قال هل من أمك لك قال لا قال فهل لك من كالة قال نعم قال فبرها رواه الترمزي ومن لم يجد ما لا يتصدق منه فليعمل بيده وينفو نفسه ويتصدق عن سيد بن أبي برجة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدق كلا رأيت إن لم يجد قال يأتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق كلا رأيت إن لم يستدي قال يؤين ذا الهاجة الملهوف كلا له رأيت إن لم يفعل قال يمسك أن الشر فإنها صدقا وفي الهاديث من سل الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يقول لا حتى تطلو الشمس فسل ركاتين كان كأجر هجة وأمرة تامة 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 على ما آذم نعم رب العالمين على الإباد وما أكثر بواب القير وما أجل بواب الهسنات فعمل أيها المسلم بإكلاس واتباء لهدي النبوية ولا تسهدن في أي أمل صالح ولو كان قليلا ولا تاقرن السيئة ولو كان صغيرا فإن لها ظالبا وحسابا أيها المسلم إذر على حسناتك وافظ من البدع فإنها تهدم دينك وتبدل حسناتك أو تنكس ثواب الآمال السالحات قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أضيء الله وأضيء الرسول ولا تبدلوا آمالكم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن ابتدى في الدين ولمن تدردهم الملائكة عن هوده الشريفا الذي من شرب منه شربة لم يزمع بعدها أبدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في من ابتدى في الدين وغير سهقا سوقا لمن غير بعديه رواب البكاري كما عليك أيها المسلم أن تهذر من المهرمات والمعاسي وأن تبتعد عنها وتبجذها فإنها تكسي القلب وتكسي القلب وتكون نفاق وتكذيه وهي من أسباب السوء الكاتمة وهي التي تمرد النفس والتي تجعلها قصية وتجعلها متمردة متجرئة على المعاسي الله حتى إن العبد إذا أسر على معاسي الله فإنه لا يبدل غالبا في نفسي بل تقوده إلى كل شر وياذ بالله قال الله تعالى فخلف من بعد مكالف أداء الصلاة واتبوا الشاوات فسوف يلكون غير إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدوكلون الجنة ولا يظلمون شيئا وما نعي الكون غير قال المفسرون واد في جهنم كبيث شديد الهر وارس أيها المسلم على المسابقة إلى الكير لتكون من الموئدين بالدرجة الأولى وإياكم والتأكور عن الآمال السالحات والتكاسل عن فيل الكير فتآقب بالتأكور عن ردبة الفائزين وقد تآقب بدكول النار مع الداكلين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يذال قوم يتأكرون حتى يؤكرهم الله وفي رواية لا يذال قوم يتأكرون حتى يؤكرهم الله في النار قال الله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النئيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الهكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه والغفور الرحيم الحمد لله العظيم السلطان قوي البرهان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أشهد أن لا إله إلا الله واده لا شريك لا وأشهد أن نبينا محمدًا أبده ورسوله أما بعد واتقوا الله تعالى بمحبتي والآعاتي ولا تتعردوا لغذبه بمعسيتي إباد الله كونوا على الحك آوانا وبأقوة الإسلام إكوانا وتمسكوا أيها المسلم بالنسيها وهي محبة كل كير ونسرة وإز وتعيد لمن صوح له والنسيها تشان وعظيم عن أبي تمين الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين نسيها الدين نسيها الدين نسيها قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابي ولرسولي ولئمة المسلمين وعمتهم رواه المسلم ومن حقوق المسلمين على المسلم الاهتمام بأمورهم والقيام بهقوقهم وإهادتهم بالدعاء والهرس على ما ينفوهم وقف الأذى والدر عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يؤكر الكبير ويرحم السجير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وفي الهديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وفي هديث أيضا مثل المؤمنين في تواجم وتراهمهم وتعاضفهم كمثل الجسد الواهد إذا اشتكى منه أدو تداءى له سائر الجسد بالسهر والهم إن الله وملائكة وصلون على النبي يَا 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 الَّذِينَ آمَنُوا سَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا يَا يَا جَيَا يَا يَا وِحَلَي ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر